اشتركوا في القناة لحد نهاية شهر مارس ونحلم بعض النماذج دي ونشوف الإجابات النموذجية بتاعتها وزي ما احنا متعودين يكون معانا ألم وكشكول نكتب فيهم منذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النموذج بتاع الامتحان بينقسم لثلاث أسئلة السؤال الأول بيبقى فيه ضع علامة صحة أو خطأ والسؤال الثاني أكمل الجمل الآتية السؤال الثالث بيكون اكتب المصطلح العلمي كل سؤال منهم بيكون عليه عشر درجات الامتحان بيكون من ثلاثين درجة طبعا أول سؤال عندنا في النموذج الأول هو ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارة الخاطئة يعتبر العالم ويليام تينر متخصص في مجال علوم الإنسان الثقافية دي صح ولا خطأ؟ شطرين طبعا دي صح المواطنة الرقمية هي القدرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة أخلاقية ومسؤولة دي صح ولا خطأ؟ طبعا دي صح ثالث حاجة بيقول لنا يجد الأشخاص الذين يعانون صعوبة في النطق صعوبة في التواصل مع الآخرين بسبب الأجهزة الرقمية دي صح ولا خطأ؟ طبعا دي خطأ لأن احنا عرفنا وإحنا بنشرح الدروس بتاعتنا أن الأجهزة الرقمية بتساعد دلوقتي الأشخاص اللي عندهم صعوبة في النطق أن هما يتواصلوا مع الآخرين طب رابع حاجة بيقول لنا لا يلزم موجود كاميرا أو مكبرات صوت لعمل محادثات فيديو دي صح ولا خطأ؟ طبعا بالعقل كده خطأ إزاي هتتواصل مع الآخرين وتعمل محادثات فيديو من غير ما يكون عندك كاميرا أو مكبر صوت أو مايك يعني؟ طب خامس حاجة بيقول لنا أي شخص لدي حق الوصول إلى غرف إلى غرفة الدردشة سيكون قادر على قراءة رسائلك دي صح ولا خطأ؟ طبعا دي صح لأن انت لو في غرفة من غرف الدردشة وكاتب رسالة وأي حد تاني دخل الغرفة يشوف الرسائل بتاعتك بمنتهى السهولة فدي صح يبعرفنا كده أول سؤال السؤال التاني بيقول لنا أكمل الجمل التالية بما يناسبها من الكلمات بين القوسين مدينا بعض الكلمات فوق هنكمل بيها الفراغات الموجودة في الجمل اللي عندنا فبيقول لنا أول حاجة تقنية المعلومات ادمودو المصادر الموثوقة الواقع المعزز الاتصال الغير متزامن حل المشكلات بيقول لنا في أول سؤال تسمح بيئات التعلم عبر الإنترنت مثل نقط للمعلمين عالق والتلاميذ بالتواصل مع بعضهم البعض بغض النظر عن مكان تواجدهم اللي ممكن يكون زي منصة من منصات التعلم اللي احنا عارفينها بتسمح بكده شطرين طبعا ادمودو فهنكتب هنا ادمودو تاني حاجة بيقول لنا تعتبر نقط مقالات او معلومات كتبها خبراء وتحققوا من صحتها وتقدم بطريقة احترافية وتكتب بعناية طبعا كلنا عارفين ان احنا هنا بنتكلم عن المصادر الموصوقة ثالث حاجة بيقول لك يفضل استخدام نقط عندما تحتاج الاجابة الى التفكير او التحضير او انها غير ملحة شطرين طبعا عرفنا ان احنا بنتكلم عن الاتصال غير المتزامن يفضل استخدام الاتصال غير المتزامن ربي حاجة بيقول لنا عاش جوتم شاه وعمل خبيرا في مجال نقط في الكثير من البلدان جوتم شاه ده خبير في مجال تقنية المعلومات فنكتب هنا تقنية المعلومات خمسة تصميم انترنت اوف اليفنت دي لعبة من الالعاب الالكترونية العاب تليفونية فريدة باستخدام تقنية ودي اسمها تقنية الواقع المعزز دي هنكلم عنها بعد كده فدي اسمها تقنية الواقع المعزز لعبة بنلعبها اسمها انترنت اوف اليفنت اللعبة دي بتبقى على التليفون بتاعنا ودي اسمها الواقع المعزز فدي تقنية الواقع المعزز ثالث حاجة بيقول لنا السؤال الثالث اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية من أشهر تطبيقات لاتصالات الشائعة ممكن هنا نكتب مثلا واتساب تاني حاجة بيقول لنا الاتصال الذي يحدث في الوقت الفعلي عبر استجابات فورية طبعا ده الاتصال المتزامن ثالث حاجة بيقول لنا من الشائع استخدام في المواقف الاكثر رسمية مثل انشاء حساب على بنك المعرفة المصري طبعا ده البريد الالكتروني رابع حاجة بيقول لنا خاصية تفاعلية تقدمها ناشنال جيوجرافيك توفر أدوات رسمة عبر الانترنت طبعا ده مصمم الخرائط التفاعلي اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وخامس حاجة تخمين علمي حول كيفية حدوث الأشياء طبعا تخمين علمي حول كيفية حدوث الأشياء دي اسمها الفردية ازاي بنفترض اللي بيحصل في حدوث الأشياء تعالوا نروح ليه النموذج الثاني ونحله مع بعض يقول لنا هنا ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارة الخاطئة استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية يساعد الناس على أن يصبحوا مواطنين رقبيين ناجحين دي صح ولا خطأ طبعا دي صح بصفتك مواطن رقمي عليك أن لا تقوم بقرصنة محتوى محمي بهدف مشاركته أو بيعه طبعا ده صح لأن دي مسؤولية عليك منفعش تقرصن أي محتوى محمي ثالث حاجة بيقول لك من أشهر تطبيقات لاجتماعات الافتراضية فيسبوك طبعا فيسبوك تهي تطبيق تواصل اجتماعي مش اجتماعات افتراضية فده خطأ أربع بيقول لك يتطلب الاتصال غير المتزامن استجابة فورية خلبيه لغير المتزامن وضرور التواجد الأشخاص في التوقيت نفسه طبعا دي خطأ يمكنك استخدام البريد الالكتروني للتواصل مع الهيئات الحكومية أو أحد المسؤولين طبعا دي صح الإجابة دي صح السؤال التاني بيقول لك أكمل الجمل التالية بما يناسبها من الكلمات بين القوسين مصادر غير الموثوقة غرف الدردشة انترنت أوف أليفنت بنك المعرفة المصري بناء الفردية حل المشكلات في بيقول لك أول حاجة في نقط يمكنك ببساطة كتاب التعليقك وإرساله كما يمكنك الرد على الرسائل شطرين طبعا دي غرف الدردشة ثاني حاجة بيقول لك يعتبر نقط المكتبة الرقمية الأولى في مصر التي تحوي مصادر حول موضوعات متنوعة شطرين طبعا ده بنك المعرفة المصري ثالث حاجة بيقول لك من محتمل أن تجد فيه نقط معلومات مليئة بالأراء والأخطاء وحتى الأكاذيب شطرين طبعا دي المصادر غير الموثوقة فيها المصادر غير الموثوقة أربعة أسس جوتام شاه منظمة نقط والتي تستخدم أدوات رقمية لتعزيز العلاقة بين الناس والحياة البرية طبعا هو أسس منظمة Internet of Elephant والتي تستخدم أدوات رقمية لتعزيز العلاقة بين الناس والحياة البرية خمسة نقط هي محاولة للإجابة عن سؤالك بتفسير يمكن اختباره طبعا دي بناء الفردية زي ما قلنا الفردية السؤال الثالث اكتب المصطلح العلمي أدال على العبارات التالية تعتبر سجلا رقميا لكل ما تفعله على الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية التي تزورها طبعا دي ايه؟ دي البصمة الرقمية اتنين يمكنك استخدامها لمشاركة مقاطع الفيديو لتعلم أشياء جديدة أو تعلمها دي منصات مشاركة الفيديو تلاتة تتيح لك إرسال الرسائل باستخدام الإنترنت ويمكن أن تتضمن الرسالة نصا أو صورا أو مقطع فيديو طبعا دي المرسلة الفورية أربعة منصة معامل افتراضية تمكنك من إجراء تجارب معملية في بيئة تفاعلية عرفنا قبل كده أن دي منصة فلابي خمسة نوع من أنواع الاتصال ويفضل استخدامه بين الأصدقاء أو الأفراد لأسرة المقربين طبعا ده الاتصال المتزامن تعالوا نحل نموذك كمان على الجزء بتاعنا ده ونشوف الإجابات هتكون عاملة إزاي السؤال الأول هنا ضع علامة صح أو خطأ فهو بيقولك هنا يستخدم ويليام تينر أنواع مختلفة من التكنولوجيا الرقمية في عمله طبعا دي صح اتنين من حقوقك اللي ينسخ أحد بصمتك الرقمية أو يشاركها من دون موافقتك دي صح ولا خطأ شطرين طبعا دي صح ثلاثة يستخدم الاتصال المتزامن بين الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم بعضا جيدا ده الاتصال المتزامن صح ولا خطأ طبعا خطأ اللي ما عرفوش بعضهم بيتصلوا باتصال غير متزامن أربعة الواقع المعزز يسمح لك برؤية البيئة الحقيقية للأشياء بشكل افتراضي من خلال شاشات عرض مخصصة لذلك دي صح ولا خطأ طبعا دي صح خمسة تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة يساعد على حلات تدريجيا يلما تقسم مشكلة لأجزاء صغيرة بتساعد على حلات تدريجيا ده صح ولا خطأ طبعا دي صح هي كمان السؤال الثاني أكمل الجمل التالية بما يناسبها من الكلمات بين القوسين التواصل الاجتماعي متصفح انترنت National Geographic Kids الأجهزة الرقمية بناء الفردية التخطيط فبيقول لنا هنا أول حاجة يمكن لنقطة أن توفر الاتصال اللازم بالمعلمين بالإضافة للمواد اللازمة للتعلم دي إيه بقى؟ شطرين دي الأجهزة الرقمية بتوفر الاتصال باللازم للمعلمين ويمكن كمان تتلاقي عليها المواد اللازمة للتعلم اتنين من خلال نقطة يمكنك العمل مع زملائك بشكل افتراضي على مشروع خارج المدرسة من خلال إيه؟ طرين طبعا من خلال التواصل الاجتماعي تلاتة الدخول لغرفة الدردشة تحتاج وجود نقطة مثل جوجل كروم أو انترنت اكسبلورر طبعا دي متصفحات يبقى أنت بتحتاج وجود متصفح انترنت أربعة تعتبر نقطة مصدر شائع على الانترنت يمكن الأطفال من الوصور على معلومات عن موضوعات معينة حول الحيوانات والعلوم والتاريخ والجغرافيا شطرين طبعا دي تعتبر National Geographic Kids مصدر شائع على الانترنت يمكن الأطفال من الوصور على المعلومات عن موضوعات معينة حول الحيوانات والعلوم والتاريخ والجغرافيا خمسة من المهم نقطة قبل إجراء أي بحث رقمي مما يساعدك على التركيز بحثك على المعلومات التي تحاول جمعها من المهم إيه بقى؟ طبعا نحن نعمل عملية التخطيط يبقى التخطيط السؤال الثالث اكتب المصطلح العلمي الدالة على العبارات التالية تبادل المعلومات والملفات بين شخصين في التوقيت نفسه عبر أدوات رقمية متنوعة طبعا ده الاتصال المتزامن من أشهر تطبيقات الاجتماعات الافتراضية طبعا هنا ممكن نكتب برنامج Skype كلاتة تسمح لك بالاتصال ضمن مجموعات قعدة ما تركز على موضوع واحد في حزب طبعا دي غرف التردشة تعد وسيلة ممتعة وغير رسمية للتواصل ويمكن استخدام عبارات كثيرة بدل الجمل الكاملة طبعا دي المرسلة الفورية يكون مناسب في الاتصال عندما تدور المعلومات حول مسائل من الحياة اليومية عرفنا قبل كده إن ده الاتصال المتزامن بكده نكون جاوبنا على ثلاث نمازج من نمازج الامتحانات وعرفنا شكل الأسئلة بيكون عامل إزاي والإجابات ممكن تكون عاملة إزاي أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى إليه ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته